وشدد أمين عام لجنة التراحم فهد الراجع على همية مشاركة رجال الأعمال والشركات والبنوك في هذه الحملة منوها بالتفاعل الكبير في الحملة السابقة الأحدث من الحملة كما ذكرت طبعا رسالة للمجتمع وتفاعل وتعاون ويدعم طبعا مستوى رجال الأعمال ومستوى الشركات والبنوك وكذلك أيضا نوصل رسالة أن هذه اللجنة لها أهداف أيضا ليس فقط جانب مادية ومساعدة مادية فقط وإنما أيضا لديها رؤية هذه اللجنة هي رؤية إصلاحية تأهيلية تنموية